بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا في نور الدين نسعى ونسير في رضا الله سبحانه وتعالى ونور تعاليمه هناك علاقات كل علاقة لها ما يبنى عليها والنبي صلى الله عليه وسلم من بديع قوله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتمحها وخالق الناس بخلق حسن فهناك علاقة بين الإنسان وبين ربه وأساس هذه العلاقة التقوى سألوا مرة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ما التقوى فقال الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضى بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل العلاقة بين الإنسان وبين ربه مؤداها التوكل والتسليم والرضى الحب والرحمة والخوف من أن أغضب الله سبحانه وتعالى بعد كل ما أعطانا من النعم وإن تعد نعمة الله لا تحصوها وأتبع السيئة الحسنة تتمحها العلاقة بينك وبين نفسك وهي المبادرة مبنية على المبادرة فالإنسان يبادر عندما يقع في خطأ أو قصور أو تقصير أو خطيئة يتنبه فيسارع بفعل الخير كفارة عما بضر منه من قصور أو تقصير سيئة وقعت مني أتبعها فورا المبادرة الفورية أتبعها بحسنة حتى تمحها فمن فضل الله كما ورد في الحديث الصحيح أن هناك ملك للحسنات يكتب تسجل علينا وهناك ملك للسيئات وأن الله أمر ملك السيئات أن ينتظر بعد صدور الإساءة من العبد ست ساعات لا يسجلها عليه لعله أن يتوب وأن يتبع هذه السيئة بالحسنة فإن فعل لا تسجل عليه يعني الشريط يوم القيامة هيطلع فاضي من اللقطة اللقطة ما اتخدتش بتاعت السيئة وإذا طافت ست ساعات وتمت ولم أفعل خير ولم أتب عن هذه الإساءة يسجل علي هذا الملك فهذه العلاقة بيني وبين نفسي مبناها المبادرة المسارعة وأتبع السيئة الحسنة التمحة وبين وبين الخلق والكون والناس وخالق الناس بخلق حسن الناس تبقى مرتحالك تبقى مبسوطة منك تبقى وجودك سبب لسعادتها مش وجودك سبب للنكد والغم والهم وبداية المشكلات كل علاقة لها مبنى